اشتركوا في القناة في تركيا والتي تحتل المراتب الأولى وباتت رائدة تركيا في مجال زراعة الشعر فيتسابق أطباؤها لإيجاد أحدث التقنيات التي تساعدهم على الحصول على نتائج بارعة مشاهدين زراعة الشعر في تركيا وأحدث التقنيات هذا هو موضوع حلقتنا ابقوا معنا أصبحت مشكلة تساقط الشعر مشكلة شائعة بين الناس تبدأ بالتساقط وتنتهي بالصلاة وكثرت في الأوينة الأخيرة الأدوية والعققير الطبية المقاومة للصلاة لكن جميعها كانت حلولاً آنية ومؤقتة ينتهي مفعولها بعد التوقف عن استخدامها لكن الحل الأفضل حتى الآن لمعالجة الصلاة وتساقط الشعر هي القيام بإجراء عملية زراعة الشعر الناجحة والتي من شأنها منح المريض نتائج مرضية ودائمة لمشكلته في دليل الصحة لهذا اليوم هل أسباب تساقط الشعر عند الرجال والنساء نفسها أم تختلف الأسباب؟ وما هي ميزات تقنية البايوفايبر الجديدة؟ وما هي الأعراض الجانبية لهذه التقنية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيبكم عليها في دليل الصحة بعد قليل أهلا بكم من جديد مشاهدين الأكارم إذن زراعة الشعر وأسباب تساقط الشعر أيضا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا دكتور عبدالعزيز بلوي وهو الأخصائي في التجميل وزراعة الشعر صباح الخير إليك دكتور وكل عام أنت بألف خير كل عام أنت بخير وكل سنة وأنتوا سالمين نعاد عليكم على كل مشاهدين بالخير والبركة يا رب آمين يا رب نعاد على كل الأم الإسلامية وعلى كل مشاهدين بالخير والبركة إن شاء الله دكتور يعني ليس بجديد دائما نتحدث كم هي تركيا رائدة في مجال زراعة الشعر وأنتم كأطباء يعني عرب وأتراك متواجدون هنا تحرصون على إيجاد أحدث التقنيات في هذا المجال قبل أن ندخل في مجال زراعة الشعر والذي يعني أعرف أنه يهم الكثير من المشاهدين وخصوصا العرب أريد منك أن نتحدث في المشكلة الأساسية وهي تساقط الشعر يعني جميع الناس يظنون أن تساقط الشعر هو مشكلة متعلقة بالمستحضرات المستخدمة يعني أنواع الشامبوهات أنواع الكثير من الأنواع التي يستخدمونها لكن هي في الأساس هي مشكلة صحية يعني ويجب التوجه فيها إلى المشفى وليس إلى صالون التجميل أليس كذلك دكتور؟ صحيح الموضوع المستحضرات التجميلية هي عامل وسبب من أسباب تساقط الشعر ولكن هي ليست كل أسباب تساقط الشعر أسباب تساقط الشعر فيه منها مرضية منها مثل ما تفضلتي متعلقة بالمستحضرات التجميلية الأسباب المرضية هي بالدرجة الأولى عند الرجال والنساء نحن نقسم تساقط الشعر إلى قسمين عند الرجال الأسباب المختلفة عند النساء الأسباب المختلفة رح نتكلم عن الرجال ثم النساء بالنسبة للرجال السبب الرئيسي 90% أو 95% من أسباب تساقط الشعر عند الرجال هو العامل الوراسي بالدرجة الأولى عند الرجال تنتقل بالأخص من طرف الوالدة يعني من طرف الأخوال مثل ما بقولوا بالعامل بقولوا مخول طالع على أخواله بس بالزكاة كمان بتساقط الشعر يعني بقولوا الولد زكي طالع على أخاله فمخول بتساقط الشعر مثل ما تليك العامل الوراسي هو العامل الأهم أسباب تساقط الشعر عند الرجال بالدرجة الثانية بعد تساقط الشعر فيه عندنا الأمراض مثل فقر الدم الأمراض الهرمونية أمراض السكري الكوليسترول هاي كلها بتأدي إلى تساقط الشعر هاي إن كنا نتحدث عن الرجال والنساء سويا أم فقط هاي الآن الترتيب هو الأسباب تقريبا مشتركة ولكن الترتيب عند الرجال مختلف بعض الشيء عند النساء بالدرجة الثالثة هلأ عند الرجال هو عامل سترس التوتر والضغط النفسي عامل جدا مؤثر على تساقط الشعر قديما ما كان ترتيبه بالدرجة الخامسة أو السالسة ولكن حاليا بسبب ضغوط الحياة صار يرتب بالدرجة الثانية بعد العامل الوراسي أو بالدرجة الثالثة هاي أهم الأسباب عند الرجال هي الأسباب كثيرة ولكن هي أهم الأسباب عند النساء عند النساء كمان العمل الوراثي بيحتل للدرجة الأولى عند النساء فيه نوعين لتساقط الشعر ما نسمي تساقط الشعر الزكوري والإيناسي عند النساء تساقط الشعر الزكوري عند الإيناس بيكون تساقط الشعر مركز بمنطقة معينة مثلا بالمناطق الجانبية أو بمنطقة التاج من الرأس الكراون أيريا منسميها بيكون تساقط مركز بمنطقة معينة ما بيكون تساقط في كل الشعر الرأس هذا تساقط شعر من النوع الرجولي الأندروجوني عند النساء وهنا العامل الوراسي هذا عامل الوراسي 100% فقط إذا كان تساقط الشعر عند النساء بكل شعر الرأس فهذا تساقط شعر أنوسي تساقط الشعر الأنوسي عند الإناث هذا يكون مرتبط أغلب الأحيان بالعوامل المرضية أهم عند النساء هي المشاكل الهرمونية بالدرجة الأولى الدرجة الثانية هي العوامل المرتبطة بالدم فقر الدم نقص الكالسيوم نقص البيتامين نقص البروتين عند الإناث اللي بيعتمدوا على الغذاء النباتي إلى آخره فنوعين هني عند النساء نوعين رجولي وأنوسي رجولي 100% ويراسي لكن دكتور بشكل عام هو تساقط الشعر أمر طبيعي يعني حالي طبيعي عند جميع الناس ليس كذلك هناك عدد أو مقدار معين من الشعر يعني يعتبر هذا التساقط طبيعي طبعا هلأ تساقط ما في شعر ما بيتساقط ولكن في معدلات وسطية هلأ بتختلف من مصدر لمصدر آخر المعدلات بعض المصادر حسب المصادر الأوروبية لحد المية والمية وخمسين شعر يوميا تعتبر طبيعية بالمصادر الآسيوية يعني بشرق آسيا تساقط الشعر ومشاكل تساقط الشعر أقل بكثير من أوروبا تشوفي بالمصادر بيليك لحد الخمسين شعر يعتبر طبيعي أكثر من خمسين شعر بشرق آسيا تعتبر حالة مرضية بأوروبا لحد المية وخمسين شعر تعتبر حالة طبيعية فوق المية وخمسين شعر يوميا تعتبر حالة مرضية متوسطيا نحن دائما منقول منطقتنا نحن بالشرق الأوسط إن كان تركيا إن كان البلدان العربية يوميا لحد المائة شعر تعتبر تساقط طبيعي أكثر من مائة شعر يوميا يعتبر تساقط مرضي أغلب المرضى بيسألون كيف بدي أعد الشعر كيف نعد الشعر أنا دائما بيوصل المريض عد الشعر بيكون على مرحلة طويلة شوي لمدة 10 أيام أو 15 يوم يوميا المريض بيسرح شعره يعني بيمسش شعره تقريبا 10 مرات باليوم بعد ما يمسش شعره بيعد الشعر الموجود على الفرشات بيعد الشعر الموجود بعيد هذه العملية لمدة 10 أيام أو 14 يوم يعني أسبوعين وعلى أساسا نحسن نحسب المتوسط لتساقط الشعر يعني كم شعرها بتساقط عندنا باليوم إذا أكتر من 100 شعر هم تدخل بالحالة المرضية وهم طبعا منقوم بتحاليل دموية وفحص لفروة الرأس وإلى آخر دكتور نحن النساء عندنا قصة يعني بموضوع تساقط الشعر يعني مثلا بيكون أساس شعرنا مثلا سميك ويعني وعبئ يعني وجدا نوعيته جيدة قوية لكن مع مرور الزمن نلاحظ أنه يعني بدأ يتغير فهذه الحالة ماذا نقول عنها يعني هل هذه يعني تساقط الشعر في هذه الحالة يعني إذا كنت يعني ذكرت أن هناك عامل وراسي فبالأساس ما في عامل وراسي لأنه الشعر بنيته قوية في هذه الحالة يعني كيف يمكن التصرف هلأ هاي حالة طبيعية مع تقدم العمر لا يعود الشعر كما كان عندما نكون أصغر عمرا أو طبعا ما في شي بالجسم بيرجع مثل ما كان هلأ كل أعضاء الجسم مع تقدم العمر بصيلة الشعر هي عودة من أعضاء الجسم بالنتيجة كل أعضاء الجسم مع تقدم العمر بسبب الهرم أو تقدم العمر بتصير أضعف هذا بيؤدي إلى أنه يصير الشعر أخف مع تقدم العمر يعني هذا أمر طبيعي تمام إذن تساقط الشعر أيضا المفرد يؤدي إلى خلل مزاج الإنسان طبيعي ويعني خصوصا نحن النساء كما يؤدي إلى الاكتئاب دكتور فهل هذا أيضا يؤدي إلى تفاقم المشكلة أكثر لا صراحة هذه المشكلة أنا بشوفها عند الرجال أكثر من النساء أنا أفكر أنه دكتور نحن أكثر نعاني من هذا الموضوع بسبب طول الشعر الشعر الطويل دائما يعطي مظهر غزير يعني قد ما كان الشعر خفيف عند الأنسة ولكن ما أنه الشعر طويل ما بيين كتير للعوام أنه الشعر خفيف ولكن عند الرجل ما أنه الشعر قصير تساقط نسبة 40% أو 50% من الشعر عند الرجل بيعطي عند الرجل مظهر صلاة فهذا بيؤدي إلى أنه هي المشكلة متواجدة عند الرجال أكثر من النساء طبعا عند النساء هي المشكلة أكبر ولكن نسبة تساقط الشعر عند النساء أقل هناك حلول يعني حتى هلأ صار في إكستينشن وغيرها من البداء عند النساء ولكن عند الرجال حلول أقل بكثير لذلك مشكلة الاكتئاب الناتجة عن تساقط الشعر نحن نلاحظها عند الرجال أكثر من النساء بالأخص إذا كان العمر صغير يعني فيه عندنا حالات زراعة شعر بسنة 18 حالة بيكون عنده حالة براسية شديدة جدا المريض أو الشخص ما نسميه المريض بسنة 18 أو 19 بيكون فقد لكل شعره بالقسم العلوي فهو بيكون بعمر رح يدخل على الجامعة أصدقاء ووسط اجتماعي جديد بيكون بحالة الصلع بتساوي اكتئاب شديد عنده كل ما تقدم العمر بتقل هاي المشكلة ولكن بعمر لحد الأربعين بتساوي مشاكل نفسية قل الثقة بالنفس واكتئاب وغيرها طبعا فنحن بننصح بهذه الحالة بزراعة الشعر مشان يطلع المريض من حالة الاكتئاب أكيد فعلا زراعة الشعر دكتور هي ليست تحل مشكلة تجميلية فقط بل أيضا مشكلة نفسية مشكلة نفسية فعلا وجود زراعة الشعر بطير بيجينا نحن مرضى حالات من الطباء النفسيين يعني بلتلك بالأخص بعمر العشرين إذا كان شب عمر العشرين وعنده حالة صلع فهي بتأدي إلى عزلة للمريض بصير بينعزل عن أصدقائه دائما بيستعملوا القبعة بيستحي أنه يشيلوا القبعة بين أصدقائه فهي بتساوي عنده حالة من العزلة فهدول المرضى قسم منهم بيتوجهوا بالأخص بمجتمعات الغربية أي مشكلة نفسية فورا الشخص أو المريض بيتوجه للطبيب النفسي الطبيب النفسي بيكتشف أنه سبب العزلة اللي موجود عنده هو الصلع بعمر مبكر بيبعثوا لعنا طبعا نقوم بعملية زراعة الشعر ويتخلص المريض من هذه المشكلة أكيدنا نقول لكل الأشخاص اللي بيعانوا من هذه المشكلة يعني لم تعود بهذه المشكلة الكبيرة طالما وجدت زراعة الشعر وخصوصا هنا في تركيا سوف نتحدث الدكتور بعدها قليل عن أهم التقنيات وأيضا سوف أخبر المشاهدين أن هناك تقنية جديدة جدا رح تخبرنا عنها في هذه الحلقة لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير عن أسباب تساقط الشعر من الممكن تساقط شعر النساء والرجال وتساقط الشعر عند الرجال أكثر شيوعا حيث أن نسبة تساقط الشعر تؤثر على 25% من الذين عمرهم 25 عاما وأربعين بالمئة من الذين عمرهم 40 عاما وخمسين بالمئة من الذين عمرهم 50 عاما يوجد حوالي 100 ألف شعرة على الرأس المغطى تماما بالشعر ومتوسط عمر الشعر يتراوح بين 2 إلى 7 سنوات في نهاية هذه الفترة يبدأ الشعر بالنمو من البصيلة ويتساقط الشعر القديم قسم هم من الشعر المتساقط لدى النساء سببه وراثي ما عاد العوامل الوراثية والعوامل الأخرى المتسببة في تساقط الشعر عند النساء هي كالتالي عدم التوازن الهرموني فترة ما بعد الحمل والحرارة المرتفعة والعدوى الشديدة وأمراض الغدى الدرقية ونقص الحديد وعدم التوازن القذائي والضغط النفسي والأمراض المزمنة ومرض تقطع الشعر ومرض فقدان الشعر ونتيجة الأخطاء الجارية في العناية بالشعر أما أسباب تساقط الشعر لدى الرجال فهي وراثية على الأكثر أما الصفات المميزة لهذا التساقط فهي فقدان الشعر الحاصل أولاً في المناطق الصغيرة على الطرفين الأيسر والأيمن للخط الأمامي في بداية الشعر ويتقدم تساقط الشعر إلى الوراء مما يؤدي إلى تراجع خط الشعر وانسحابه إلى الخلف ليفتح هذا الحال الطريق إلى تشكل الصلع في القسم الأمامي من الرأس هذه المشكلة المسمى تساقط الشعر الوراثي عند الرجال من الممكن أن تأتي عن طريق الوراثة من الأب أو من الأم أما في حال عدم حصوله عن طريق الأم والأب فيمكن أن يكون عن طريق العم أو الخال ما زلنا معكم مشاهدينا ومع الدكتور عبد العزيز بلوي الأخصائي في زراعة الشعر والتجميل لا تحدث عن زراعة الشعر دكتور من هم الذين يتم زراع الشعر لهم؟ هناك نقطة دائماً أحب أوضحها بكل مقابلاتي أنه في عنا نقطتين علاج تساقط الشعر وعلاج الصلاة في كثير أشخاص بيخلطوا بين علاج تساقط الشعر وبين علاج الصلاة هذه حتى مشكلة نحن نعاني منها بشكل يعني بصراحة كثير من المرضى اللي بيجونا ما بيكونوا بحاجة لزراعة شعر بيكونهم بحاجة إلى علاج تساقط الشعر تساقط الشعر إذا وصل فوق الحد المعروف أدى إلى الصلع وقته بيكون فيه إمكانية لزراعة الشعر بالمختصر نحن نقوم بعملية زراعة الشعر للأشخاص اللي عندهم صلع وليس الأشخاص اللي عندهم شعر وعندهم مشكلة تساقط الشعر اللي عندهم مشكلة تساقط الشعر منقوم بعلاجات أخرى الـ PRP الميزو تيربي أو بعض الأدوية الحبوب والبخاخات إلى آخره منعالج مشكلة تساقط الشعر إذا وقف تساقط الشعر بيرجع الشعر بيستعيد عافيته لدرجة معينة طبعا زي ما وقف تساقط الشعر واستمر تساقط الشعر بعد ما يتساقط الشعر نقوم بعملية زراعة الشعر طب دكتور يعني تقومون بعلاج تساقط الشعر كما ذكرت الميزوتيرابي أو البرابي لتساقط الشعر مثلا إذا أردنا أن نتحدث عند النساء يعني لتساقط الشعر العام وأما الجزء يعني كما تحدثت أن بعض النساء قد يكون لديهم لأثنين يمكن طبعا البرابي نحن هي علاج لكل مشاكل تساقط الشعر ولكن بالعامل الوراسي نحن ما ممكن نمنع العامل الوراسي ما في أي علاج ممكن يمنع الحالة الوراسية الموجودة عند الإنسان نحن فقط منقدر نبطئ ظهور الحالة الوراسية يعني مثال المريضة إذا كانت والدتها عندها حالة صلع من الجوانب بعمر الثلاثين هي إذا عملنا لبرابي وأخذت بعض الأدوية بتصير الحالة عندها بعمر الأربعين ولكن ما منحسن نمنع الحالة منحسن نبطئ ظهور الحالة بالنسبة لزراعة الشعر منقوم بزراعة الشعر عند الأشخاص اللي عندهم صلع إذا كانت نسبة تساقط الشعر يعني كانت نسبة الصلع عند الشخص لنفرض الشعر المتساقط عنده 70 أو 80 بالمئة ممكن نقوم بعملية زراعة الشعر ولكن عنده تساقط 50 بالمئة من شعره هون إذا ما نقوم بعملية زراعة الشعر بغرض تكثيف الشعر بيكون أزين الشعر اللي هو بطور التساقط يعني الشعر الموجود وعم يتساقط إذا زرعنا جنبه الشعر فالشعر اللي عم يتساقط يصير يتساقط بشكل أسرع بيكون نحن الشعر اللي زرعنا رح يطلع ولكن بيكون خلينا المريض يخسر شعره اللي هو عم يتساقط بشكل سريع يعني ممكن الشخص يعني يأتي إليكم دكتور طبعا لا وريد زراعة شعر يوم نص الأشخاص اللي بيتواصلوا معنا بهدف زراعة الشعر بيكونوا غير قابلين لزراعة الشعر طبعا دكتور إذا كان الشخص أصلع تماما يعني ليس لديه شعر هل يمكن زراع الشعر له هلأ ما في شخص أصلع تماما صراحة قد ما كان عند الرجال طبعا في بعض الحالات المرضية مثل العلاج الكيميائي السعربي إلى آخره أنا بحكي بالحالات العادية قد ما كان الشخص أصلع المنطقة المانحة الهلال الشعري منسمي منطقة ما بين الأذنين حسيني شوفههم منطقة ما بين الأذنين والمنطقة الخلفية هل منسمي المنطقة المانحة أو بنق الشعر بنق الشعر باللغة العربية طبعا بنق الشعر بيختلف حجمه من مريض إلى آخر إذا كانت حدود الصلع كتير كبيرة ممكن للشعر المنطقة الكراون الخلفية متساقط ممكن تصير بنق الشعر صغير منطقة شعرية صغيرة من المنطقة الخلفية هاي أسوأ الحالات صلع من الدرجة السابعة في هاي الحالة حتى المريض بيكون عنده بنق شعري ولكن بنق شعري صغير يعني ما بنحسن نقططيف مثلا 6 ألاف أو 7 ألاف بصيلة بنقدر نقططيف بحدود 3 ألاف بصيلة أو 4 ألاف بصيلة ما في شخص إذا ما في حالة مثل مثل علاج الكيميائي أو الإشاعي أو حالة الثعلبة ما في أي شخص ما عنده منطقة مانحة بحال كان الشخص عنده الثعلبة فاقد كل شعره حتى المنطقة المانحة أو بعد جلسات علاج كيميائي أو إشاعي فقد المريض شعره هون ممكن نحن نستعيد عن المنطقة المانحة بالباديغرافت نسمي ممكن نقططيف شعر من اللحية من منطقة الصدر من مناطق مختلفة من الجسم نقططيف باديغرافت ونقوم بالزرعة طبعا هاي ما تعطينا كثافة ما منحسن ناخد أعداد كبيرة من اللحية والمنطقة من مناطق الجسم المختلفة ممكن توصل للألفين وخمسمائة بصيلة كحد أقصى فممكن نستعيد عن المنطقة المانحة بالباديغرافت لكن حصرا يعني بشكل خفيف ما منحسن نعطي كثافة عالية بأن العدد محدود لكن حصرا يتم أخذها يعني من الذقن أو من شعر طبعا نقدر نقططيف من اللحية من الصدر من مناطق مختلفة أيضا ليس فقط يعني بنك الشعر يعني ليس فقط من هذه المنطقة طبعا إذا كان بنك الشعر موجود نحن نفضل الاقتطاف من بنك الشعر من المنطقة اللي نهرت لك طب دكتور وعند النساء يعني إذا كان هناك تساقط للشعر أو صلع معين هل يتم زرع الشعر عند النساء أيضا لأنه نحن نتعرف تماميا المتعرف عليه فقط الزراع عند الرجال هل النساء أيضا يزرعون الشعر ومن أين يتم أخذ الشعر لديه 20% من المرضى اللي نقوم بالعملية الآن هنا من النساء ولكن النقطة أن عند النساء نحن نقوم بالعملية بدون حلاقة فبالمجتمع ممكن أنت تشوفي كتير نساء عاملين عملية زراعة شعر ولكن ما تنتبهي عليه الرجل بسبب الحلاقة فبتكون العملية ظاهرة ولكن عند النساء أغلب الأحيان ممكن أحد صديقاتك عامل عملية زراعة شعر ولكن أنت ما بتعرف منقوم بالعملية بدون حلاقة النساء أغلب النساء شعرهم طويل فمنقوم برفع الشعر من المنطقة المانحة ومنقوم بحلاقة منطقة صغيرة نسميه ويندو منطقة صغيرة طولها بحدود 7 سنطي إلى 4 سنطي ومنقوم باقتطاف الشعر منه طبعا بعد العملية منزل الشعر ما بتبين أبدا المنطقة المانحة يتأخذون الجذر والشعر كما هي طبعا نقوم بحلاقة الشعر ناخد الجذر للشعر نقوم بحلاقة ولكن منطقة صغيرة بالمنطقة الخلفية طبعا ما أنه الشعر طويل فبعد العملية منرجع من نزل الشعر فبتتخبى المنطقة بتتغطى المنطقة يعني بتصير غير واضحة فيه منطقة تحت الشعر محلوقة ولكن منطقة صغيرة ما نقوم باقتطاف البصيلات منها بالمنطقة الأمامية إذا كان عند الأنسة أغلب الأنس عندهم صلع بالمناطق الجانبية مناطق الجولف أرياس هاي المناطق إذا عندهم صلع بهذه المنطقة من قوم بزراعتها أيضا بدون الحلاقة في عندنا طبعا زراعة الحواجب النساء أغلبهم بيجونا لزراعة الحواجب قبل زراعة الشعر والدرجة الأولى زراعة الحواجب كمان كتير منتشرة من أين تأخذون الشعر لزراعة الحواجب؟ أيضا من المنطقة الخلفية من المنطقة الشعري ولا كم نأخذ ننطقي الشعر الأحادي ويكون الشعر رفيع جدا ناخد الشعر الرفيع بحيث أنه يلائم شعر الحواجب طب دكتور ألا يطول هذا الشعر إذا كان من شعر الرئيس من بصيلات الرئيس طبيعي سوف يطول بطريقة أكثر من شعر الحواجب طبعا هون تضطر المريضة أو اللي عاملة زراعة حواجب أنه تضطر كل شهر تعمل تجميل لحواجبها يعني لازم تقص الحواجب تعمل تجميل للحواجب كل شهر تقريبا يعني مو بس تطرر شعرها لازم تطرر حواجبها تقريبا كل شهر أو شهر طبعا دكتور لقد تطورت زراعة الشعر في تركيا بشكل فعلا يعني حتى سجلت علامة فارقة في العالم يعني احتلت المراتب الأولى ويعني رائدة فيها مع المدة أربع سنوات على التوالي تركيا بالدرجة بالمرتب الأولى عالميا بزراعة الشعر إن شاء الله يعني تبقى في المركز الأول سواء في زراعة الشعر وكل المجالات فحدثني يعني ما السبب في هذا التطور وكيف يعني ترونه أنتم كأطباء كيف تعيشون هذا التطور الكبير في مجال زراعة الشعر اللي هو السبب الرئيسي من وجهة نظري إنه تركيا نحن هون طورنا الـ FUE تيكنيك للـ Micro FUE تيكنيك في أوروبا حالياً يستعملوا الـ FUE اليدوية الـ Minual FUE نحن نستعمل الـ Micro FUE والـ Micro Motor يعني باستعمال الآلة الكهربائية بما أنه نحن هم نتطورنا الـ FUE للـ Micro FUE صار صار نحسن ناخد أعداد كبيرة من البصيلات بتقنية الـ FUE تيكنيك الـ Minual الحد الأقصى اللي ممكن تقطط فيه بجلسة واحدة هو 2000 بصيلة ولكن بتقنية الـ Micro FUE باستعمال الموتور الـ Micro Motor نحن نقدر نقطط فيه لحد الـ 6000 بصيلة بجلسة واحدة طبعاً بدون ترك أي آثار أو ندبات بالمنطقة المانحة هاي منسميها Mega FUE يعني عملية FUE ولكن ضخمة هاي العملية بأوروبا حالياً بتقوم على ثلاث مراحل بين المرحلة والمرحلة 8 شهور يعني العملية اللي نحن نعملها بتركيا 6000 بصيلة بأوروبا بتقوم بيعملوها بسنتين ومص 2000 بألفين بألفين بفارق 8 شهور وهنا في جلسة واحدة في جلسة واحدة إضافة إلى موضوع التكلفة يعني المريض بأوروبا كل أقل شيء بأوروبا 2000 بصيلة تكلفتها 6000 يورو هذا المينموم بأوروبا ديعمل تلت جلسات بيدفع 18000 يورو تقريباً لحد 6000 بصيلة نحن نعمل 6000 بصيلة بجلسة واحدة تقريباً بحدود الـ 2000 يورو ففيه فارق ضخم بالتكلفة هذا سبب من الأسباب اللي خلت كل الناس تتوجه لتركيا إضافة إلى أنه الحل جزري بتركيا نعمل العملية كل الحد الأقصى اللي بيحتاجه المريض من البصيلات بجلسة واحدة فهذا خلت كل الأنظار تتوجه إلى تركيا بموضوع زراعة شعر إضافة هذا مع الوقت عطانا خبرة أكبر بكتير من الأطباء بأوروبا وحتى بأمريكا طبعاً لأنه فيه أعداد كبيرة تتجه يومياً في اسطنبول فقط بحدود الـ 700-800 عمليات زراعة شعر في اسطنبول وليس في تركيا بمجمل تركيا تقريباً 2000 عمليات زراعة شعر يومياً 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 في اسطنبول 700 عمليات زراعة شعر جميل جداً يعني إحصاءات تقول يعني العام الفائد وهذا العام يعني أكثر من 500 ألف يعني متوجه إلى تركيا بقصد المشافي بشكل عام يعني كالسياح الطبي أكثر من 500 ألف أكيد سوف نكمل في هذا الموضوع دكتور سوف نتعرف أكثر على الطرق المستخدمة وأيضاً كما قلت للمشاهدين هناك طريقة خاصة وجديدة جداً سوف يسمعوها لأول مرة في برنامجنا لكن بعد هذا التقرير دكتور عن المشاكل النفسية التي يسببها تساقط الشعر إن تساقط الشعر بمعنى آخر فقدان الشعر يؤثر سلباً على مظهر الشخص الخارجي مثل ما يؤثر على نفسيته وتكشف لنا البحوث المقامة عن تأثيرات تساقط الشعر الإيجابية والسلبية على الأشخاص إن اعتبار فقدان الشعر كمهاية فترة الشباب والقلق من التقدم في العمر هما الحالتين الأكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بمعنى آخر يعتبر فقدان الشعر كإشارة تدل على اقتراب نهاية الحيوية والجاذبية وتساقط الشعر الذي يبعد الأشخاص عن الحياة الاجتماعية يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل فقدان الثقة الذاتية والوهم بجذب انتباه أو نظر الآخرين والشعور بالنقص في العلاقات الاجتماعية ومع ذلك فالمشكلة المشتركة بين الكثير من فاقدي الشعر هي عدم تمكنهم من تصفيف شعرهم كما يريدون إنه أمر مرهق للأعصاب ومزعج جداً بالنسبة للشخص الذي يعاني من تساقط الشعر إذا أنه يحاول إظهار شعره الخفيف بأكثر كثافة ولكن لا يتمكن من تصفيفه بشكل جيد يغير تساقط الشعر في بداية الجبين نسبة الأبعاد في الوجه ونتيجة لذلك يتغير مظهر الأشخاص إلى حد كبير ويتحول إلى مظهر متقدم في العمر وقد كشف بحث مقام في سنة 1998 أن الرجال الذين كانوا يعانون من تساقط الشعر كثيراً كانوا يشتكون من هذا الأمر أكثر مما كان يشتك منه الرجال المصابون بنسبة قليلة وكان السبب شكوى الفئة الأولى هو مظهرهم المتقدم في العمر إنما حساسية الشباب في هذا الخصوص هي أكثر من حساسية الكبار وقد اتضح في دراسة أخرى أن تساقط الشعر يسبب حزناً أكثر للنساء مما يسببه للرجال وقد كشفت هذه الدراسات عام 1992 أنه من الأصعب على النساء أن يتقبلنا هذا الأمر الشعر هو عمل محدد من حيث الجاذبية الشخصية والتعبير عن النفس ويؤثر تساقط الشعر سلباً على الشعور بالجاذبية للشخصية وقد يتحول هذا الأمر إلى صدمة نفسية بالنسبة للنساء وفي نهاية الأمر قد تصل معاناة الشخص المصاب بالتساقط إلى مرحلة الاكتئاب إنه من الممكن أن تتم معالجة تساقط الشعر النتجة عن نقصان الوزن ونقصان الحديد والإنجاب ما زلنا معكم مشاهدينا ومع الدكتور عبدالعزيز بلوي نتحدث عن أهم الطرق والتقنيات المستخدمة في زراعة الشعر وهي طريقة الـ FUA سوف نتحدث عنها دكتور أو كما تسمى في التركي فوية أو الـ FUA عالميا فحدثني عن هذه التقنية الحديثة والتي فعلا هي التي أجرت هذا التغيير وجعلت تركيا سباقة في هذا المجال حدثني عنها في التفصيل تقنية الـ FUA هي مطورة عن تقنية الـ FUT FUT طريقة قديمة كنا نأخذ شريحة من فروة الرأس طبعا هي تقنية الـ FUT القديمة لحد الآن مطبقة في أوروبا نأخذ شريحة من فروة الرأس منقطع على شرائح صغيرة منقوم بزراعة الشرائح ولكن بعملية الـ FUE ما عدنا نأخذ شريحة منأخذ البصيلات بهذا الشكل دعنا نشاهد نأخذ نعتبر هاي كل واحدة بصيلة منأخذ بصيلة من المنطقة المانحة منقوم بزراعتها نفرض هاي منطقة السلع وهاي المنطقة المانحة نأخذ كل بصيلة على حدة منقوم بزراعتها بالمنطقة المراد زراعتها وكما ذكرت لي دكتور أنه في جهاز المينو طبعا نأخذها بجهاز المايكرو موتور المايكرو موتور هو اللي بيأخذ هذه البصيلات وكما ذكرتيني حوالي شي خمس تالاف إلى ست تالاف بصيلة بصيلة بجلسة الواحدة قد ما كانت المنطقة المانحة كبيرة قد ما كانت غزيرة منقدر نأخذ عدد أكبر من البصيلات منزرعها بالمنطقة المانحة بالمنطقة المراد زراعتها طبعا في عدد نقاط بهذه العملية قوة المنطقة المانحة غزارة المنطقة المانحة طبيعة الشعر طبيعة تموضع الشعر ضمن فروة الرأس هاي كلها بتحدد عنا عدد البصيلات اللي ممكن نقططفها نحن بتجلسة الواحدة ننفرض رح نقططف أربع آلاف بصيلة طبعا المريض قبل العملية نعمل كشف لفروة الرأس ومنحدد العدد التقريبي المقططف اللي رح نقططفه نقوم باقتطف البصيلات بالمرحلة الأولى مثل ما أتلك من المنطقة المانحة البصيلات ما نزرع فورا بالمنطقة المراد زراعتها البصيلات بتنطر بوسط مغزي نحافظ عليها بوسط مغزي لفترة نفتح القنوات طبعا هاي المنطقة اللي رح نقوم بالزراعة فيها نقوم بفتح سقوب مجهرية نسميها قنوات مجهرية هاي القنوات المجهرية هي اللي رح نقوم بزراعات البصيلات فيها بعد ما نفتح القنوات نرجع مناخذ البصيلات ثم نقوم بزراعتها واحدة تلو الأخرى بالمنطقة ضمن هذه القنوات يعني هي العملية عبارة عن ثلاث مراحل مرحلة اقتطاف البصيلات من المنطقة المانحة مرحلة فتح القنوات أو المسام المجهرية بالمناطق المراد زراعتها المرحلة الثالثة زراعة البصيلات واحدة تلو الأخرى بالمنطقة المراد زراعتها جميل وهذه كلها تستغرق مثلا دكتور يوم كامل أما يعني كعدد ساعات تقريبا سبع ساعات متوسطيا سبع ساعات طبعا سبع ساعات بتخلى لاستراحات المريض بيكون صاحي العملية تحت التخدير الموضعي ممكن بتخدير المنطقة المانحة إليه يشعر بألم أبدا المريض حتى خلال العملية بيكون عب تصفح الهاتف أغلاء المرضى بكونوا على الفيسبوك وبينزلوا سناب شات خلال العملية فالمريض بيكون صاحي بشكل كامل نعطيه استراحات تقريبا كل ساعة ساعة ونصف نعطي المريض باستراحة نعطيه وجبة غداء فالعملية مريحة جميل يعني يمكن يتناول طعام أثناء الزراعة هل يمكن أن يشرب شاي قهوة؟ طبعا في مشكلة نحن ما مفضل طبعا لننبيهات لأنه أساسا هو حاط التخدير موضعي ولكن نفضل أنه يشرب السكريات خلال العملية عصائر وغيرها طب دكتور هذه كلها زراعة الشعر في هذه الجلسة قبل البدء بزراعة الشعر جميع الناس تسألنا حتى نحن يكونوا مختصين بهذا البرنامج أنه نريد زراعة الشعر هل يمكن إرسال الصور للأطباء؟ نريد أن نتواصل مع الأطباء؟ هل يمكن للمريض أن يتواصل معكم؟ يعني يعرف مسبقا النتائج التي يمكن أن يحصل عليها قبل المجيء إلى تركيا؟ طبعا المريض قبل ما ينجي لنا بيكون عنده شبه معلومات متكاملة عن العملية عدد البصيلات وإلى آخره عن طريق الصور أو الإيميل المريض بيتواصل معنا بيبعث أن الصور أسهل طريقة هي عن طريق الواتساب أو الفايبر المنتشر تير بالبلداء العربية بيأرسلنا المريض والصور نحن ما نقوم حسب الصور بتقييم الحالة طبعا تقييمها بيكون 100% للصور بيكون تقييم تقريبي 80% إلى 90% نعطي المعلومات للمريض أنه نحن ممكن نقططف من عندك ما يقارب الأربع تلاف خمس تلاف ستلاف بصيلة في جلسة واحدة ونتكلم عن طريقة تغطية منطقة الصلاع أنه رح نغطي هذه المنطقة لمنطقة الجانبية أو الخط الأمامي مع منطقة الكراون إلى آخره نعطي تفاصيل كاملة للمريض قبل ما يجي لنا جميل وبيأخذ أكيد تفاصيل عن السعر وغيره والمدة وكل التفاصيل مع الإقامة طبعا نحن هذا كله منقدمه مع الباكيج كامل العملية مع الإقامة مع المواصلات والأدوية إلى آخره هو المريض يحس بالراحة طبعا يعني أنه رح يجي ما رح يتكفل بأمور تاني أبدا نستقبله من المطار للعملية ونرجع من وصله إلى المطار فهي الباكيج متكاملة طبعا مريحة بالنسبة للمريض جميل جدا ودكتور هل ترجون للمرضى يعني تحليل دم وغيره اللي تعرفون إذا كان يعاني من شيء قبل البدء طبعا نتيجي المريض أول شغل ما نقوم فيه قبل المعاينة هي التحليل دموي وهي من ضمن موضوع زراعة الشعر يعني هي شيء شرط أساسي شرط أساسي يعني بالنتيجة هي عملية لو كانت عملية بسيطة جدا ولكن هي عملية نحن نعرف المريض نسبة الدم عنده في عنده أمراض معينة بتخسر كالسكر أو غيره في عنده ضغط دم في عنده سكر إلى آخر هاي إضافة إلى الأمراض المعدية يعني في عنده أمراض معدية أملأة مشان ناخد حزرنا طبعا سمع طب دكتور يعني كيف يتم اختيار المركز المناسب لزراعة الشعر ويعني أنت تعرف أن هذا الموضوع ليس بسهل لأنه الخيارات جدا كبيرة هنا في بالأخص في إسطنبول فكيف الشخص يمكن أن يختار المركز المناسب هل مثلا من السعر يعني بعض الناس يقولون لا إذا كان هذا المكان سعره غالي فهو ممكن أن يكون جيد هل مثلا يقرأ عن النت مثلا عن كل مركز معين كيف يتم في عدة نقاط أنا دائما بنوه علي بالمقابلات أو كان مع المرضى اللي بيتواصلوا معنا بيقولون أنه في إسطنبول هلأ حاليا موجود بحدود الأربعمائة مركز زراعة شعر بإسطنبول أي الأفضل هذا السؤال اللي بيتراود لزهن المريض في أربعمائة أنا كيف بدي أختار مركز من الأربعمائة مركز بإسطنبول هلأ مراكز إسطنبول ما كل مراكز زراعة الشعر مرخصة بإسطنبول هاي نقطة أنا دائما بقوله للمريض اللي عم نتواصل معه أنه خلي المركز لو جيت لعنقه ورحت على غير مركز المهم المركز اللي بدك تروح عليه يكون أو المشفى يكون مشفى معترف عليه من قبل وزارة الصحة التركية في مراكز كتير صغيرة بيشتغلوا بطريقة غير قانونية بيشتغلوا بمكاتب أو بعيادات صغيرة أو بمراكز طبية صغيرة بيكون غير مرخصة أو مؤهلة لعملية زراعة الشعر يكون العملية ضمن غرفة عمليات أغلب المراكز مشان يخفضوا من التكلفة بيعملوا العملية ضمن غرف عادية يعني أي غرفة بالمشفى أو بمكتب أو بأوفيس بيحطوا الأجهزة اللازمة للعملية وبيشتغلوا العملية طبعا هم في شروط تعقيم إذا صار أمور إسعافية لا سمح الله ما ممكن يتلافوها إلى آخره أنا أريد أن المرضى دائما يتجنبوا هذه المراكز الصغيرة إضافة إلى أنه يتأكدوا أن الطبيب هو اللي يقوم بالعملية بشكل مباشر هذا عامل مؤسر جدا جدا أغلب المراكز في اسطنبول يعني أنت تنصح دكتور أنه يتوجهوا إلى مشفى وليس مركز طبعا نقطة أولى يكون مشفى ومشفى معترف عليه من وزارة الصحة من وزارة الصحة التركية ممكن يكون إذا حاصل على شهادات دولية بيكون أبقى أكيد دكتور إذا مشفى أكيد يعني معترف عليه دعنا ننتقل إلى سؤال آخر ماذا يجب على الشخص الذي قام بزراعة الشعر مراعاة بعد القيام بعملية زراعة الشعر بعد العملية فيه نقاط بسيطة لازم يقوم فيها المريض هي في بعض الأدوية لازم يأخذها مثل مضادات حيوية مضاد لانتفاخ الوجه فيه شامبو خاص لعملية زراعة الشعر كريم خاص لعملية زراعة الشعر لازم يستعملون لمدة عشر أيام تقريبا بعد ما ننتهي من هذه المرحلة بصير مرحلة العناية الدائمة بالشعر طبعا فيه عندنا أول شهر موضوع أنه لازم المريض يحاول قدر الإمكان يتهرب موضوع التعرق والتعرض الدائم لأشعة الشمس قدر الإمكان أول شهر تعرض العادي يعني إذا المريض عنده مشوار تعرض للشمس عشر دائر ربع ساعة ساعة ما فيه أي مشكلة ولكن تعرض الدائم مثل يروحوا لشواطئ السباحة يظل متسطح تحت الشمس ساعات طويلة طبعا أول شهر هذا الشي بنمنعه بعد الشهر الأول بصير المريض يكمل حياته بشكل طبيعي بحسن يتعرق بشكل طبيعي يمارس الرياضة يمارس السباحة يمارس كل مجالات الحياة بشكل طبيعي جدا جدا ولكن نحن بننصح المريض دائما بالفترة ما بعد الشهر لمدى الحياة أنه إذا بحسن يأخذ مقويات غزائية مولتي فيتامينز حبوب أو إذا بحسن يغير النظام الغزائي هذا شي صعب صراحة ولكن نحن بنطلبهم المريض إذا ممكن يغير الغزاء الصحي من الفيس فود ليعتمد على الأغذية الفيتامينات والبروتينات إذا ما فيه إمكانية لهذا الموضوع نعطي المريض مكملات غزائية عن طريق الحبوب أو بخاخات للعناية بالشعر طبعا تطبق على فروة الرأس وهل عند زراعة الشعر تقومون بحقن البربي أو الميزوتربي كنوع من زيادة الفائدة طبعا بعد العملية بعد كل عملية زراعة الشعر نقوم بتطبيق البربي لتحسين النتيجة والزيادة الفائدة سوف نكمل دكتور كما وعدنا المشاهدين أنك سوف تخبرنا بطريقة جدا جديدة لأول مرة سوف تكون حل لكل الأشخاص خصوصا الذين عجزوا من موضوع زراعة الشعر يعني الأشخاص الذين كان زراعة الشعر لهم مستحيل لم يعد مستحيل سوف يخبرنا الدكتور عبد العزيز لكن بعد هذا التقرير كيف نحصل على شعر صحيح؟ كل شخص يأمل بأن يكون له شعر سليم وجميل ولامع ماذا تعلمون بخصوص سلامة شعركم؟ إذا كنتم لا تريدون أن تفقدوا شعركم في أعمار مبكرة فقبل كل شيء يجب عليكم استخدام الشامبو المناسب لشعركم إذا كان شعركم يصبح مدهنا بسرعة عندها يجب عليكم اختيار الشامبو المناسب لأن هذا مهم جدا لصحة شعركم بجانب ذلك تبين الدراسات الجارية أن غسل الشعر كل يوم يضر كل شعرة في الرأس فالشعر الذي يتم غسله كل يوم يفتح الطريق أمام فقدان الرطوبة في فروة الرأس ويؤدي إلى خلل في توازن الرطوبة الطبيعية وفي هذه الحالة يسهل انكسار الشعر ويصل خبراء لغسل الشعر المدهن كل يومين مرة واحدة أما الشعر الجاف فيجب غسله على فترات أطول من ذلك بالإضافة إلى أن أحد العناصر الأخرى لتساقط الشعر هي استخدام ربطات الشعر البلاستيكية القاسية ولا بد أيضا وأنكم سمعتم بأن قص الشعر بكثرة يؤدي إلى طول الشعر بسرعة ولكن بحسب الدراسات الجارية تم إثبات أن قص الشعر لا يؤثر مباشرة على طوله ولكن من الطبيعي أن قص التقصف الموجود في نهاية الشعر يعطي مظهرا صحيا أكثر ورونقا للشعر وبجانب تلك العوامل فالابتعاد عن الضغط النفسي والقيام بالتمارين الرياضية والانتباه إلى النظام التغذية والنوم المنتظم كلها من الأمور التي تؤثر على صحتنا العامة بشكل إيجابي وسوف يعود بالفائدة الكبيرة على صحة الشعر أهلا بكم من جديد مشاهدين الأكارم وصلنا إلى القسم الأخير من حلقتنا والتي سوف نتحدث بها عن تقنية جديدة سوف يحدثنا عنها الدكتور عبدالعزيز بلوة وهي تقنية البايوفايبر فحدثني عن هذه التقنية الحديثة والتي سوف تتحدث عنها لأول مرة في دليل الصحة هلأ هي تقنية جديدة بصراحة بأوروبا وبتركيا لأول مرة هي الأشخاص اللي ما عندهم منطقة مانحة أو البنك الشعري هي حلق لهم الأمراض اللي عندهم مرض الثعلبة أو اللي تلك تعرضوا لأشعة أو علاج كيميائي ما عندهم منطقة مانحة أو للنساء اللي ما بدهم يقوموا بحلاقة المنطقة المانحة هي عبارة عن زراعة شعر مصنع بمخابر خاصة ناخد عينة من شعر المريض ومنصنع نفس الشعر تماما تماما بمخابر خاصة ومنقوم بزراعة هذا الشعر هذا الشعر بيكون طويل 15 سنطة أو 30 سنطة أو 45 سنطة فمنقوم بزراعة شعر طويل مباشرة عند النساء 30 أو 45 سنطة عند الرجال 15 سنطة نقوم بزراعة هذا الشعر مباشرة شعر طويل بفروة الرأس وفروة الرأس تتقبل هذا الشعر لأنه هو شعر قريب جدا لطبيعة شعر الإنسان تماما دكتور هذه النقطة أريد التركيز عليها لأنه أنت تعرف أنه أي جسم غريب يدخل إلى جسمنا فهل الجسم يكون عنده ردة فعل تجاه هذا الشيء أنتم تقومون بزرع شعر لكنه ليس طبيعي هو مصنع صناعية فكيف يكون قريب من الشعر الطبيعي؟ مثل ما تفضلت هي الفكرة موجودة من زمان ولكن كنا غير قادرين على تطبيقه بسبب كان صناعة الشعر قديما اللي نحن بدنا نزرعه كان نصنع ممادة الفايبر يعني نفس الشعر المستعمل في الباروكي هذا الجسم أي جسم غريب يرفضه ولكن هي التقنية الجديدة بتصنيع الشعر صراحة هي الفكرة قديمة زراعة الشعر الصناعي بين قوسين ولكن هي التقنية الجديدة صناعة الفايبر مصنع مواد طبيعية مواد حيوانية طبعا كله مصنع بين قوسين حلال يعني بأخذ ترخيص حلال بتركيا في عنا رخصة مثلا ما فيها أي مواد من الخنزير وإلى آخرين هذا السؤال كتير كتير بنسأل عنه أنا بسأل دائما أنه مصنع مواد حيوانية أول شي بسألوني أنه مصنع من دهن فيها مواد من دهن الخنزير أو إلى آخره طبعا هي أخذ رخصة حلال هاي الفايبر مصنعة تلك من مواد حيوانية طبعا بعد بحوثات كتير طويلة توصلنا لنقطة أنه ممكن نصنع الفايبر بطريقة معينة بحيث يتقبل الجسم فـ 98% أو 2% فقط من المرضى اللي منطبق عليهم زراعة البيوفايبر دسمه ما بيتقبل البيوفايبر كيف بتعرفوه؟ كيف بتعرفوه دكتور؟ يعني كيف تجرون نحن قبل إجراء العملية نجري تجربة مع المريض نقوم بزراعة 100 فايبر فقط لأنها بيجي المريض مثلا إحيان مزرع 4000 5000 أحيان 10 000 فايبر فمنطبق 100 فايبر على المريض ومنقوم بانتظار فترة أسبوع أو 2 حسب المدة اللي ممكن ينتظرها المريض نحن مفضل أنه ينتظر المريض 3 أسبوع نزرع 100 فايبر وبعد 3 أسبوع منشوف إذا خلال هات 3 أسبوع ما صار أي إحمرار بفروعة الرأس طبعا الجسم وقت بده يرفض الفايبر بيرفضها بيصير على شكل حبوب صغيرة طبعا إذا صار عندنا حبوب بالمنطقة المزلوعة ما أنت الجسم رفض الفايبر ما نقوم بإقتلاع الفايبر واحدة طلوة الأخرى طبعا نحن هون بيكون زرعنا فقط 100 ورجع نقتل عنها هاي 2% من المرضى 98% من المرضى منزرع المائة فايبر بعد 3 أسبوع منشوف أنه ما صار عندهم أي ريكشن ما صار عندهم أي مضاعفات منقوم بعدها بالجلسة التانية اللي هي زراعة العدد الكبير المطلوب من الفايبر وهذه طريقة البايوفايبر دكتور هل تصلح لجميع الآمار للرجال والنساء أيضا؟ طبعا هي عند النساء مطبقة أكثر من الرجال الرجال متما تليك موضوع الحلاقة عندهم سهل فقط منطبقة عند الرجال اللي ما عندهم منطقة مانحة ولكن عند النساء أغلب النساء بيجون في عندهم مناطق معينة بالرأس فيها نسبة مخفضة من الشعر أو فيها تساقط كتير فمنقوم بالتكسيف فهي عند الرجال والنساء ولكن بالدرجة الأولى منطبقة عند النساء النساء داما بفضلوها هي حل جزري تكسيف المناطق الخفيفة إضافة إلى أنه شعر طويل يعني ممكن نزرع الشعر بطول 45 سنتي طبعا النساء اللي بيحبوا يكون شعر أصير بعد ما نقوم نحن بزراعة الفايبر بيقوموا بيقص الفايبر بالطول اللي هن بالدنيا بس يعني هذا الشعر دكتور لا يسقط لأنه ليس شعر طبيعي لا يطول هو لا يسقط لا يتساقط يتساقط سنويا 2% من الشعر المذروع بتساقط على مثال أنه نحن زرعنا ألف فايبر نحن نسميه فايبر ما نسميه شعره زرعنا ألف فايبر سنويا بتساقط 20 فايبر 2% من الفايبر المذروع بتساقط سنويا هذا يعني أنه بعد 10 أو 15 سنة و20 سنة لازم نعمل جلسة تقوية تانية للمريض بالنسبة للطول طبعا ما بيطول طوله سابت لذلك نحن بنزرعه بشكل طويل يعني المريضة بتعطي طول اللي بيناسبة بس ما لازم تضل تقصره كل فترة والتانية يعني هو فارق الوحيد صراحة يعني الشعر الطبيعي إنه الشعر الطبيعي بيطول الفايبر ما بيطول هو هذا الفارق الوحيد كشكل كملمس كمظهر كمعاملة تتعاملي معه بشكل طبيعي تعملي له تجفيف تسريحات اللي بدك ياها حتى بتلونيه بالشكل اللي بدك ياه تتعاملي معه كشكل بكشعرك طبيعي 100% الفارق الوحيد إنه ما بيطول هذا الفارق الوحيد عن شعر الطبيعي وما نسبة نجاح هذه التقنية؟ نسبة النجاح لتلك إذا 2% من المرضى ما بيتقبل جسمه إذا المريض تقبل جسمه الفايبر فنسبة النجاح 100% هل ترى يعني دكتور أن هذه التقنية سوف تغزو يعني بشكل أكبر يعني سوق زراعة الشعر يعني مثلا هل سوف يفضل المستقبل للناس أنه لا يريدون الأخذ من شعرهم البنوك المانيحة يفضلون هذه النوعية؟ هل عند الرجال ما راح تأخذ البعد نفسه عند النساء أنا دايما حتى بقوله المريض إذا في عندنا إمكانية لزراعة الشعر الطبيعي أنا بفضل زراعة الشعر الطبيعي بسبب طول الشعر الطبيعي مع الوقت بيطول شعره بيقوم بالحلاقة بيغير الموديل شعره إلى آخره ولكن عند النساء إمكانية زراعة الشعر أو تكسيف الشعر صعبة جدا فعند النساء هاي التقنية عبت تأخذ أبعاد كبيرة صدى وأكثر صدى كتير كبيرة فرح تصير أكثر من عملية الـ FUE تكنيك عند النساء يعني بالنساء رح تصير البيوفايبر أكثر من الـ FUE تكنيك ولكن عند الرجال بسبب سهولة حلاقة الشعر رح تظل متصدرة الـ FUE تكنيك رح تظل متصدرة وبدأ تطبيق هذه التقنية يعني على المرضى هنا في تركيا من أكثر من سنة طيب دكتور ما هي ميزات هذه الطريقة البيوفايبر ما هي أهم ميزاتها الأهم ميزاتها هي أن المريض بيحصل على شعر طويل مباشرة بالـ FUE تكنيك نقوم بزراعة البصيلات بعد سبت شهور للسنة حتى يطول الشعر والمريض يأخذ نتيجة بينما في البيوفايبر من أهم الميزات من المريض بيحصل على شعر طويل مباشرة يعني بيجي لعنا على المشفى بعد العملية بعد 6 ساعات أو 7 ساعات طبعا مدة العملية مرتبطة بعدد الفايبر اللي رح نقوم بالزراعة فيه تقريبا بالساعة الوحدة بنزراع بالـ 500 إلى 600 فايبر بيطلع المريض من المشفى حاصل على شعر طويل وحل جزري ونهائي وسريع جدا جدا الميزة الثانية والأهم أنه تصلح لكل الناس يعني إن كان ذكر أو أنسة صغير أو كبير عنده منطقة مانحة ما عنده منطقة مانحة تصلح للكل الـ FUE تكنيك له شروط معينة ما بتصلح للكل إضافة إلى نقطة مهمة جدا أنا تكلمت عنها بالفقرة الماضية إنه إذا المريض عنده تساقط شعر نحن ما نقدر نقوم بعملية الـ FUE تكنيك لأن الـ FUE تكنيك بتزيد تساقط الشعر ولكن ممكن أن يقوم بطريقة الـ Biofiber إذن هذه ميزات هي أهم الميزات التقنية الحديثة الجديدة وهي تقنية الـ Biofiber وهو يعني تصنيع شعر يشبه الشعر الطبيعي أنا أريد أن أشكرك دكتور عبد العزيز بلوي الأخصائي في الأمراض الأخصائي في زراعة الشعر والتجميل شكراً على حضورك وشكراً على هذه التقنيات الحديثة التي عرفتنا بها لهذا اليوم وخصيتنا بها وكل عام أنت بخير وكل سنة أنت سالمين يا رب وأنت سالم يا رب كل عام وأنت بألف خير دكتور شكراً لك وشكر الأكبر لكم مشاهدنا على طيب المتابعة اليوم هو آخر أيام عيد الفطر المبارك عاده الله عليكم بكل الخير والصحة والعافية شكراً على طيب المتابعة أتمنى لكم نهاراً سعيداً إلى اللقاء في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة